موسيقى أهلا بكم مشاهدي ميسات في جولتنا الإخبارية لهذا اليوم نبدأ مع حضراتكم بأهم العنوين نيافة الأنباب خميس ووفد كنسي شارك الخميس المقبل بصلاة جناز مثلث الرحمات قداسة أبونا بولوس بطرياركي إثيوبيا موسيقى إصابة ثلاثة ضباط وأمين شرطة بحملة تطهير سناء اليوم والقوات المسلحة تنفي تعليق الحملة خلال العيد موسيقى لكم تفاصيل الأخبار يتوجه صاحب النيافة أنباب خميس القائم مقام البطريارك وأنباب شوي سكرتير المجمع المقدس ووفد من الكنيسة القبطية إلى إثيوبيا الثلاثاء المقبل للمشاركة في صلاة جناز مثلث الرحمات قداسة أبونا بولوس بطرياركي إثيوبيا التي تقام الخميس المقبل وكانت علاقات وطيدة تربط بين أبونا بولوس ومثلث الرحمات قداسة البابا شنود الثالث وجمعت بينهما العديد من اللقاءات كانت آخرها مشاركته في حفل الذكرى الأربعين لجلوس البابا شنودة في نوفمبر الماضي وتتقدم أسرة قناة ميسات بخالص تعزياتها إلى الشعب الإثيوبي في نياحة قداسة البطريارك أبونا بولوس هنأ نيافة أنبابا خميس القائم مقام البطريارك رئيس الجمهورية محمد مرسي وهشام قنديل رئيس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وكان نيافة الأنبابا خميس قد أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس باسم المجمع المقدس للكنيثة الأرثوزوكسية وجميع أبناء الكنيثة في مصر والعالم متمنيا للرئيس والحكومة التوفيق في جهودهم نحو النهوض بوطننا العزيز تلقى الرئيس محمد مرسي بالأمس برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية بمناسبة عيد الفطر وشملت البرقيات تهنئات من كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما والعاهل الأردني عبدالله الثاني وسلطان عمان قابوس بن سعيد والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأفغاني حامد كرزاي بالإضافة إلى الدكتور أكمل الدين أغلو أمين عام منظمة التعاون الإسلامي كما بعث رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ببرقية إلى الرئيس مرسي صباح اليوم لتهنئته بحلول عيد الفطر هذا وقد تلقى السيد الرئيس برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر من كل من وزراء الدفاع والداخلية والتموين والتأمينات بالإضافة إلى محافظي الأقصر والدقهلية وسفراء فلسطين والمغرب وتشاد بالقاهرة شارك وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي دباط وصفة وجنود الجيش الثالث الميداني بالأمس في حفل الإفطار وهنأ السيسي الدباط والجنود بحلول عيد الفطر واطمأن على الأحوال المعيشية والإدارية للأفراد وأكد السيسي خلال حفل الإفطار أن مصر تحتاج إلى الجهد المخلص من كل فرد سواء من داخل القوات المسلحة أو خارجها للعبور بالبلاد من هذه المرحلة الدقيقة وطالب السيسي الدباط والجنود بالتدريب المستمر والمحافظة على كفاءاتهم القتالية العالية ليكونوا قادرين على تنفيذ جميع المهام هذا وقد حضر حفل الإفطار الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار القادة بالقوات المسلحة تواصل القوات المسلحة حملاتها الأمنية ضد البؤر الإجرامية بشمال سيناء لليوم الحادي عشر على التوالي ونفى مصدر عسكري مسؤول صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بالأمس عن تعطيل العملية نسر التي تقوم بها القوات المسلحة للقضاء على البؤر الإجرامية في سيناء خلال عيد الفطر ومن ناحية أخرى أعلن مصدر أمني اليوم إصابت ثلاث دباط وأمين شرطة بسيناء إثر إطلاق أحد العناصر الإرهابية قضيفة RBG أثناء عودة حملة أمنية قامت اليوم بتمشيط إحدى المناطق برفح وكانت الحملة قد اقتحمت ثلاثة منازل لمشتبه فيهم بقرية رفح وألقت القبض على عنصرين من العناصر المطلوبة فيما تمكن ثالث من الهرب قام الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اليوم بزيارة مفاجئة إلى قسم شرطة إمبابة حيث تفقد سير العمل وكيفية التعامل مع المواطنين والمحتجزين وأكد رئيس الوزراء خلال الزيارة على ضرورة حسن معاملة المواطنين والاستناع إلى شكواهم مشددا على ضرورة احترام القانون وأن يكون هو الحكم في تسوية المنازعات بين المواطنين واستدعى قنديل خلال زيارته مدير أمن الجيزة وكلفه باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أوجه القصور في قسم الشرطة وتحديدا النظافة وبطأ إجراءات تحرير المحاضر وفي سياق المتصل قام اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بزيارة قسم شرطة بلاق الدكرور فجر اليوم لمتابعة سير العمل به والتأكد من تنفيذ توجهاته بوجود الدباط على مدار الأربع والعشرين ساعة أعلن الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه سيتم تقديم تقريراً شهري عن سير العمل بدوان المظالم وأوضح علي أنه سيتم حصر الشكاوى التي تقدم إلى الديوان من خلال مكاتب الشكاوى بقصري القبة وعبدين أو عبر الخط الساخن أو البريد الإلكتروني ودع المتحدث باسم الرئاسة المواطنين إلى أن يكتبوا جميع بياناتهم الخاصة خلال عرض شكواهم وذلك حتى يتمكن الديوان من التعامل معها وحلها وإلى تطورات الوضع في الشأن السوري حيث أعلنت لجان التنسيق السورية مقتل ما لا يقل عن مئة شخص برصاص الأمن اليوم معظمهم في ريف دمشق وحلب وذكر المرصد السوري أن مدينة إعزاز بريف حلب قد تعرضت صباح اليوم للقصف بالطيران كما أفاد ناشطون سوريون بارتفاع أعداد قتل رصاص الأمن بالأمس إلى ما يزيد عن مئة وتسعين شخصا وأوضح المرصد أن نحو مئة وستة عشر مدنيا سقطوا بالأمس في محافظات حلب وريف دمشق وإدلب ودير الزور وأنه تم العثور على عشرات الجثث المتفحمة في بلدة قطنة بالقرب من دمشق وتتواصل أعمال العنف في سوريا غدا تأعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون تعيين الأخضر الإبراهيم مبعوثا إلى سوريا خلفا لكوف عنان الذي استقالا في الثاني من أغسطس الجاري وفي سياق متصل انضمت الصين وبريطانيا وتركيا إلى الولايات المتحدة في ترحيبها بتعيين الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيم مبعوثا مشتركا للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا وأعربت وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن تأكدها بأن الإبراهيم سيواصل سعيه لوضع حد للنزاع في سوريا ومن ناحيتها قالت نظيرتها الصينية إن بكين ستتعاون بشكل إيجابي مع جهود الإبراهيم في وساطته السياسية وأعلنت بريطانيا دعمها الكامل للإبراهيم وأشادت بالخبرة الواسعة التي سيقدمها للبحث عن حل سياسي ينهي العنف في سوريا كما رحب وزير الخارجية التركي داود أغلو بتعيين الإبراهيم لكنه شدد على ضرورة دعم مجلس الأمن إياه ومن ناحيته أكد الإبراهيم ضرورة التعاون الدولي لإيجاد حل سلمي للصراع في سوريا وتعهد ببذل قصار جهده لإنجاح مهمته نفت تلفزيون السوري اليوم أنباء ترددت حول انشقاق نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ولجوئه إلى الأردن مؤكدا أنه موجود في دمشق ويمارس مهام عمله وبث التلفزيون بيانا صادرا عن مكتب نائب رئيس الجمهورية جاء فيه أن فاروق الشرع لم يفكر في أي لحظة بترك الوطن إلى أي جهة كانت مضيفا أنه كان منذ بداية الأزمة يعمل مع مختلف الأطراف على وقف نزيف الدماء بهدف الدخول إلى عملية سياسية في إطار حوار شامل لإنجاز مصالحة وطنية شهدت اليمن اليوم تصعيدا أمنيا ملحوظا حيث وقع انفجاران بالقرب من مبنى المخابرات ومبنى التلفزيون بالعاصمة عدن وصرح مصدر أمني أن الانفجار الأول وقع أمام بوابة التلفزيون والثاني نتج عن قيام سيارة مفخخة يقودها انتحاري يشتبه في انتمائه إلى تنظيم القاعدة باقتحام بوابة مبنى المخابرات وأعقبه هجوم بالقذائف والأسلحة الرشاشة مما أصفر عن سقوط 14 جنديا وإصابة آخرين لافتا إلى أن حريقا اندلع في مبنى المخابرات وتوجهت سيارات الأطفاء للسيطرة عليه قال زعيم المعارضة الإسرائيلية شاول مفاز إن شن هجوم عسكري على مواقع نووية إيرانية لن يكون فعالا بدون دعم الولايات المتحدة الأمريكية وأعرب مفاز عن اعتقاده بأن الحكومة الإسرائيلية تخطط لتوجيه ضربة متسرعة ضد إيران موضحا أن إسرائيل لا يمكنها فعل أي شيء يؤدي إلى تغيير استراتيجي في البرنامج النووي الإيراني وأضاف مفاز أنه بدون الدعم الأمريكي ستكون هذه الضربة كارثة من شأنها أن تؤخر البرنامج النووي الإيراني مدة عام واحد فقط على أقصى تقدير منحت الإكوادور حق اللجوء السياسي لجوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الذي لجأ إلى صفارتها بلندن منذ نحو شهرين تفاديا لتسليمه إلى الولايات المتحدة التي قد تحكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس ومن ناحية أخرى تعتزم منظمة الدول الأمريكية عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجيتها الجمعة المقبل لبحث خلافات بين الإكوادور وبريطانيا بشأن حق اللجوء الذي منحته الإكوادور لمؤسس ويكيليكس حيث اتهمت الإكوادور بريطانيا بالتهديد باقتحام سفارتها في لندن بغرض اعتقال أسانج قمنا باستدعاء السفير بسبب ما حدث عندما منحت الإكوادور أسانج اللجوء السياسي لقد عرقلت الإكوادور بصورة غير مقبولة العملية القضائية في السويد وعرقلت التعاون القضائي الأوروبي ونصل مع حضراتكم إلى أخبارنا الرياضية حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم إلى انطلاقة الأسبوع الأول من مباريات الدور الإنجليزي ومن المقرر أن يفتتح الدور اليوم بإقامة سبع مباريات أبرزها المواجهة التي تجمع بين نيوكاسل يونيتد وتوتنهام وأيضا لقاء الأرسنال مع سندرلاند كما يشهد اليوم أيضا انطلاق الدور الإسباني حيث تقام ثلاث مباريات الأولى تجمع بين سيلتافيجو وملجا كما يلتقي إشبيلية مع ختافي أما المباراة الثالثة فتجمع بين ريال مايوركا وإسبانيول بنهاية أخبار رياضية نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة